اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمواجهة جنوب افريقيا الصيف المقبل بات رحيل حكيم زياش عن نادي تشيسي الانجليزي بعد الموسم الحالي منتظرا لتوافق الاطراف حول انهاء الارتباط في دل وضع الصعب لللاعب وعدم اقتناء ادارة النادي بخدمته واجتمع التقاير الصحفي اجنبية ان حكيم زياش تأهب لتوضيع تشيسي عبر ابلاغ ادارة الفارق بقراره وعزمه على الرحيل خاصة بعد الاقصاء من دور اطال اوروبا مشيا الى ان اللاعب سيتم الموسم مع فارق جديد وتابعت ان اللاعب سيكون منفتحا على جامع العروض وسيحدد انسبها بالنسبة له دون اي شروط وخاصة من الفارق الذي يسعى لتحقيق استفادة مالية معقولة من عقد اللاعب وغاب النجم المغربي حكيم زياش كما كان منتظرا عن مواجهة ريال مادريدة على غرار جل المباريات الماضية بعدما كان احد نجم ايكس امستردام الذي سجلوا على ريال مادريدة وقادوا الفارق الهولندي للعبور على حساب كبار اوروبا تحدث الرئيس الاتحاد لاسباني لكرة القدم لويس روبياليس عن ترشيح المشارك مع المغرب والبرتغال لاحشيضان كأس العالم 2030 مؤكدا ان العمل مستمر لايداده وانجاحه واكد روبياليس فيما قال شاركته صحيفة سبورت لاسبانيا ان العمل قائم ومستمر على جميع المستويات مع البرتغال والمغرب واوكرانيا من اجل تنظيم كأس العالم 2030 وجاء في المقال الذي نقل ما جاء عن رئيس الاتحاد الاسباني لقد انشأنا عرضا متعدد الجنسيات وهو مدير للاهتمام ومجهز بدقة انا مقتنع اكثر من اي وقت مدى ان اسبانيا ستستضيف هذا المنضيال ومع الفوائد الكثيرة وعشرات المليارات من اليورو التي ستؤثر على مجتمعنا وانهى رئيس الاتحاد الاسباني تصريحه بالقول اليوم سيتم الاعتراف بالعمل الذي انجزته ادارتنا وبقيادة الاتحاد المعنية رغم ان البعض يريد زرع الشك في ملف ترشيحنا وكان المغرب قد اعلن انضمامه للملف المشترك مع اسبانيا والبرتغال قبل ان يتم الكشف عن امكانيات التحاق اوكراني بالملف بعد انسحابها السابقان اختار اللاعب ناسيم عزوازي مهاجم نادي اندرليخت البلجيكي لكرة القدم لاقل من 18 سنة تمتل منتخب الوطي المغربي للشبان على حساب منتخبين بلجيكا وتونس رغم الضغوطات الكبيرة التي عاشها من الاتحادين المذكورين وذلك لتوفوره على ثلاث جنسيات مغربية وتونسية وبلجيكية واكد المصدر المقرب لللاعب عزوازي في تصريحاته ان ناسيم اقتنع بشكل نهائي بمشروع الجميع الملكي المغربي لكرة القدم واعتذر من مسؤولي الاتحادي البلجيكي والتونسية وتبع المصدر نفسه ان اللاعب لم يتردد في قبول دعوة اشبال اطلس للاندمام الى المعاصقة المنتخب الوطني المغربي للشبان في اطار الوطني سعيد شيبا حيث يتواجد في الوقت الراهن بمركز محمد السادس لكرة القدم في التجمع العناصر الوطنية وسبق لللاعب البالغ من عمر السبعة عشر سنة انخذ اربعة عشر مباراة مع منتخب بلجيكي في الفئات العمرية سجل خلالها خمسة اهداف كما انه تلقى دعوة من الرسمية من الاتحاد التونسي لكرة القدم بحكم انه من اب تونسي وام مغربية علقت والدش الدولي المغربي اشرف حكيمي نجم باريسان جرمان عن انفصال نجم لها عن الممثلة الاسبانية التونسية هبا عبوكا واعلن اشرف حكيمي وهبا عبوك انفصالهما قبل عدة اسابيع بعد ايام قليلة من فتح تحقيق في اتهام النجم المغربي بالاختصاب امرأة في مدينة باريسا وانتشرت انباء بان النجم باريسان جرمان نقل كل ترواته الى اسم والدته والتي منع الممثل الاسباني من الحصول على افضل تسوية في المحكمة اثناء اجراءات الانفصال وقالت والدة النجم المغربي حكيمي في تصريحات ابرزتها شبكة كورتوارو الاسبانية لم يبلغني نجلي بنقل ترواته الاتخاذ اي اجراء فمن اجل حماية نفسها واضافة ويدة اشرف حكيمي ليست لدي معروف بالامر ولكن ما هي المشكلة اذا كان هذا صحيحا اذا لم يفعل النجلي ذلك فلن يستطيع التخلص منها يستعد وليد الرجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي للإعلان عن قائمة نهائية التي سيستعمد عليها في المواجهة لمنتخب جنوب افريقيا في يونيون مقبل حساب الجوال الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة الى نهائيتك صمم افريقيا والتي ستقام في الساحل العاجة في يناير الفين واربع وعشرون ومن المرجح ان تطرق بعض التغييرات على التشكيل الاساسي للمنتخب المغربي خلال المواجهة المرتقبة امام منتخب جنوب افريقيا وذلك لرغبة المدرب وليد الرجراجي في منح فرصة للاعبين اخرين خصوصا اولئك الذين غابوا عن نهائيتك اسلعان مقطر الفين واثنين وعشرون والمباراتين الاداديتين امام البرازيل والبيرو في الخامس والعشرون والثامن والعشرون المارس الماضية وحسب المصادر المطلعة فان وليد الرجراجي يستفيد من تمانية لاعبين في المواجهة منتخب بافانا بهدف الموقف على مدى جاهزيته من ناحية الدهنية والبدنية قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله مع المنتخب وصود اطلس خلال الاستحقاقات القادمة شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية اشتركوا في القناة للمشاهدة